السادس عشر من أيار موعد جديد في جينيف للحوار السوري السوري الجولة السادسة أعلنها مكتب المبوط الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستفان ديمستورا مضيفاً أن الأمل في هذه الجولة هو بالتركيز على العمل مع الوفود حول الأجندة المتفق عليها بناءً على نتائج لقاء جينيف الرابع الذي حقق تقدماً كبيراً أربعة أمور جوهرية تم وضعها على أجندة الحوار السوري مكافحة الإرهاب وضعت على رأس الأولويات لحل الأزمة الجولة الخامسة استؤنفت بعد ذلك بناءً على هذه المعطيات لكن استجابة وفود المعارضات للنقاشات لم تكن كالعادة في المستوى المطلوب الانقسام والتشتت فيما بينهم حال أيضاً دون إبراز الجدية الكافية في التعاطي مع ملفات الأزمة مسألة إيجاد حل سياسي في جينيف لم تبتعد أبداً عن نتائج مقررات اجتماعات أستنى بشأن الوضع في سوريا بحث تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا لا يقل أهمية عن مسار الحوار السياسي أمر شدد عليه مكتب المبوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا لإبرازه في جولة الحوار السادسة النقطة الفريقة والمضافة هي اتفاق الدول الضامنة على مذكرة مناطق تخفيض التوتر في سوريا ومحاربة تنظيمي داعش وجبهة نصر الإرهابيين دمشق أعلنت التزامها الكامل وردها الحازم في حال خرق المذكرة فيما ينتظر الميدان التزام الجماعات المسلحة مع ضامنها التركية اختبار النوايا يتم أيضا بفصل الجماعات المسلحة نفسها عن الجماعات الإرهابية وقتالها إلى جانب الجيش العربي السوري هذه المسألة لطالما أخذت حيزا كبيرا في المناقشة الدولية لحل الأزمة في سوريا خاصة بين الجانبين الروسي والأمريكي المطلب الأساس هذا وإلى جانب جملة المتغيرات الميدانية والسياسية بشأن الوضع في سوريا ستكون الأبرز على طاولة النقاش بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن من التاسع إلى الحادي عشر من أيار مدة زيارة الوزير الروسي إلى واشنطن والتي تستعرض فيها خارطة مناطق تخفيض التوتر السورية على أمل أن تنتهي بكلمة فصل أمريكية ضامنة لجماعاتها المسلحة على خارطة الحل السياسي ترجمة نانسي قنقر